سامير سورياتي مرحبا بك على كافافام سامير اليوم للناس اللي ما تعرفك انت نجل جنرال علي السورياتي مدير الامن الاسبق الرئاسي باش نبدأ نحكيه معاك سامير على برشة حقائق اليوم تغيب على التونسة بمناسب ذكره الثاني للثورة التونسية واقتلين نتحدثه على اليسار ايامات بن علي واخر ايامات بن علي واخر ساعات هذي الكلية وكيف كيف بعد هروب بن علي وبعد خروجه من تونس سامير بداية علاقة والدك بالامن الرئاسي وهذا نذكر المستمعين وقت ايش تخل وقت ايش ولا علي السورياتي مدير الامن الرئاسي في عهد بن علي شكرا سيحسن وبرك الله فيكم الاستاذة فهذه وبرك الله فيكم كافافام اللي خاصة كانت متابعة الحقائق هذه منذ سنة الفارتة ولحد الان معتا ما زلتوا معتا تحبوا تظهر الحقائق للسادة المستمعين ولذلك معتا نبدأ من البداية كما قلت انتي دونك علي سرياتي هو اصلا جنيرال كان في الجيش اخرج عام 91 من الجيش التونسي معتا هو وقع مش خروج معتا كان تعين مكلف بمهمة في مدير عام الوطني من سنة 91 افريل 91 حتى سنة 2001 سنة 2001 مش مدير عام امن رئيس الجمهورية دونك السابق بمسور مدير عام امن رئيس الجمهورية حتى لسنة اربعة حتى الاربعة الجن في 2001 علاقة بلدك بن علي كانت علاقة طيبة علاقة حميمية ولا علاقة رئيس مرؤوسك هو علاقة رئيس مرؤوس علي سرياتي المعروف علي هو الجدية متاعه في المهمات متاعه وكان ديما معتا حريص على انه يقدي مهمته على احسن وجه ولذلك هو معتا التسلسل هذية والمهمات هذية اللي تقلدها الكلها كانت بفضل المجهود اللي كان يقوم به معتا في العمل متاعه الجدي سواء في الجيش كان معروف عليه معتا كثير من الحزم والمبادئ متاعه والوطنية متاعه ولذلك مشاهل القوات الامن الداخلي ولي كيف كيف اغرص فيهم معتا الحب الوطنية والعمل والولاء التونس وما كانش عنده حتى انتماء سياسي ومن بعدها كيف حتى مشاهل المدير عام امن رئيس الجمهورية كانت بالنسبة لي هو المهمة اكبر كانت صحيح وقتي كان مدير عام امن وطني كان يشرف على كامل الجمهورية لكن في وقت ولا مدير عام امن رئيسي المهمة اصعب لكن في معتا محصورة بالمكان والزمان وهي مهمته كانت اعلى دستورية بما انه رئيس الجمهورية معتها يعتبر منتخب من اشعب هو يحمي رئيس جمهورية ومش كان رئيس الجمهورية هو مكلف كادارة عامة الامن رئيس الجمهورية بش ان نفهمه بالضبط هي راها مكلفة بحماية كل المؤسسات الدستورية والشخصية الدستورية وشخصية الرسمية لجي من البرى معتها هو مكلف وقتها بحماية مجلس المشتشارين حماية مجلس النواب ووزير الأول والحكومة ورئاس الجمهورية دونك أربع حاجات كانوا هو مكلف بهم وكذلك الشخصية الرسمية اللي جيوا من البرى اللي هما يستقبلهم رئيس الجمهورية هنا الوالد متاعك كان يخرج ساعات لتأمين عائلة بن علي ويخلي الرئيس لنا وقال ليه مستحين متى علي سريعتي مع عمر ومخرج مع العائلة متاع بن علي ما غير بن علي هو مهمته مكلف بحماية وقت ليخرج بن علي يكون معاه كانت عنده وقت لي تخرج عائلته ولا أفراد من عائلة بن علي كانوا عنده أعباد معاه هما اللي يخرجوا في التناقلات متاحهم سوى في الخارج سوى في تونس عنده أعباد هما اللي يخرجوا معهم آخر فياج كان الوالد كان لدبي في آواخر 2010 مع ليلة بن علي وزين العبدين بن علي وولده بذبت هما رحبت هما الفياج هذي لدبي اللي حكينا علي برشا وقبل رسل عام تم كان المفروض بن علي عدي رسل عام في 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 الإمارات العربية المتحدة ولكن ما صار في تونس خليه يمكن يرجع بش ناخذ من عندك أكثر تفاصيل اهل الفياج هذي اتيل فغير كل ليلة بن علي هربت الذهب وهزت مجوهرات وبديت تخاف على التخونتاح اللي حكيت هذو ما برشا العباد رو ماذا بهم يحبوا يحطوا في مخيلاتهم يحبوا يعملوا فيلم معتا نقول ونحن معتا موش مش موجود مانو ما فماش عليش هي بش تهز تهرب وقتها الفلوس وقتها بالنسبة لي هي الأمور رائضة وكل شي عادي لهنى كيف بداية هي كانوا بش يسافر ريوم 17 حكيت معتا البعزيزي وهي عاملة عملية متاعة تجميل في القصر في التلينيكا ذاك للوتة لك ما حبيت الدونك الذاك علش مخرجتش معتا مواخروا الماشية متاعهم ولو مشاو الموعاد ذني مشاو من يوم 23 حتى 28 ميك صحيح كما قلت معتا كانوا بش يقعدوا غادي حتى يعادي ورس العام لكن الظروف اللي عجل بشي هذي هو فما زوز من الناس يتوفيه في منزل بوزيان يوم 24 واحد توفى نهارتها والاخر توفى يوم ثلاثة جنفي بالضب بش نبدأوا واقعين. نهار دونك وزير داخلية سيرافيق حاشقاسم وقتها دونك علم حبي يكلم من رئيس الجمهوري اللي هو موجود في دبي. بشي علمو بالوضع اللي في البلد. اخي ما تنجمش يتحصل عليه ولا يكلم عليه سريعتي قالوا ماذا بي نكلم رئيس جمهوري. الرئيس الجمهوري عليش نهارتها وقتها كان موجود في عشاء هو في دبي في ليلتها النهار 24 في الليل. ولا كلموا علي سريعتي قالوا راه هو الوزير يحب يتصل بيك رو فما حداث ما تعجبش وما تطمنش اللي فما شكون توفى اليو. في منبز البوزيان قدام المركز متاع الحرس تابع مرجع نظر الحرس. قام بن علي وكلم وزير داخلية واتصل بوزير الدفاع. وكلف علي سريعتي بش يتكلم مع جنيرال عمار لي بش يحظروا مع تلعباد وتخرج بما انو ولاة الامور اذا كان ولاة فهم موتها فما امور ما عاش تعجبوا فما بش تولي حال احتقان كبيرة برشا. وقت هولا علي سريعتي ماتا حاول يقنع بن علي للرجوع الى تونس باقرب وقت اوكا وحتى ماتا محبش بن علي يرجع ولا قلو خلي عائلتك الهني ونرجع ونحن غادي وبش ننجمو نتابعو الوضع. يا اخي بن علي ماتا محبش نهار خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين نهار ثمانية وعشرين. ألح علي علي سريعتي بش يرجع وقلو ماتا راو معتا الظروف غادي داخل ابعادها تونس واحد وكل شي وخاصة وقتا فما رجوع عم بعد للمكتب. بلو برمية ولا لو دو وقتا بعد واخرو حتى لو تروى حاجة هاكا. دونك رجوع متاع المكتب راو بش يزيد في الحالة الاحتقان وكل شي. دو بري فيرونس نرجعو. قالوا كان نرجعو طوي قولو خاف. ماتا والدي غضوك يرجع للمكتب ش يقولولو ابوك خاف رجع ماتا يجري من من الباكنس شبي يحكي حتى لاصحابه. ولذلك لكن في الاخر اخذي القرار بش يرجع ونهارتها شفنا في التلفزة الناس الكل نهار ثمانية وعشرين. اللي هو مش هتطل على البعزيزي في اسبيتار متاع حروق بن عروس. وزيد من غضوة عمل اجتماع يوم تسع وعشرين الصباح بمدير عام الامن الوطني. فمش كن يقول كان وقتها البعزيزي ميت دجا وهم هزو كانت مسرحية كمفلاج من الاخر. واستقبلوا الولدت البعزيزي كيف كيف كان هذي كمفلاج. لا استقبلها بش اعطاها فلوس. على خاطر الخن نبدأ واضحين. اكدها معلومة لها اعطاها فلوس. وهذا اكده. وهذا موجود ومثابت في الامن الرئاسي. وفي اللجنة اللي جات ومن بعدها بش وقت يدخلوا الاقصر من بعد 14 موجود. وفما الفلوس كيفاش خرجت وكل شيء. هذي ثابت ما فيوش حتى كلام. خاصة وانو شوف نحنا في العادات التونسية والتقليد. وبش نحكيو عليها زادة البوان هذين بعد شوية في حاجات اخرين. راهو واحد كيف يتوفالو حد. وقتها ما زالت ما فماش رايحكات ثورة راهو كيف نبدا ورهو وقتها بدات. فما على اساس انو اثيرا بيت كما مسان ستاقع خاطر وقتها ما تحركت كنسي دي بو زيد. وبالخصوص منزل بو زيان. معتها ما زالت ما فماش اللي هي هذي اللي نحكيو عليها اليوم ورهو بالقرية حيه ذي. معتها بنسبة لهم هذي حادثة وقعت. لجبر الضرر وكلا لبش نجبر الخواطر. والانسان كيف يتوفالو حد ما ونهزولو نحنا الماك لو نهزولو كل شيء. وقتها بنعليه حب على اساس ينتصق الغضب متاع الشعب التونسي. هاوكا حب يعمل الجاست متاع الفلوس. وذيك عليش عايت لها وقبلها وواحد وكل شيء. دونك هذا نحكيو راهو ديما نرجعو من خموش كيمة تون نحنا عنا لي ماش كاملة وواضحة. نحكيو علي وقتها كان بنسبة لهو بش يمتص الغضب هذيكا دونك اعطاوها فلوس بش يجبرو بالخاطر متاحها. وكهو متاه هدا الموجود. ومن بعدها هي دونك نهار تسع وعشرين وقع عمل اجتماع مع مدير عامل امن الوطني. وهو امر الحرس ووزير الداخلية. اذا تريزا بورتون بش العبيد تعرف اللي يسمعوا فينا. علي سرياتي يقول مهوش مستشار امني. راهو مكلم مدير عام امن وطن مدير عام امن رئيس الجمهورية. ما يحذرش في الاجتماعات الامنية. ما انه ما هوش ما عنده حتى دخل بالاجتماعات الامنية. 29 حذر؟ ما حذرش. وفما تقارير يومية تخرج من وزارة الداخلية من وزير الداخلية بالذات. تمشي لرئيس الجمهوري. تقارير على الاحداث في كامل الجمهورية. ما يخص الامن. تمشي رئيس الجمهورية. تمشي الوزير الاول. علي سرياتي ما تجيوش منو كوبي. الوزير الاول جوديبيان. ورئيس الجمهورية هما اللي طلعوا عليها. وهو وزير الداخلية. هذهم الثلاثة اللي يعرفوا كامل الجمهورية. شو قع فيها احداث يوميا. امنيا نحكي. علي سرياتي ما توصلوش المعلومات هذي. ما عنده حتى دخل بها. بدأت البلاد تنتفذ. بدأت الحراكة الشعبية كبير. شنو ما صار في الحراكة الشعبية في الايامات الاخرى على اقل. في اخر عشرة ايام من الايامات العجيب. الخطاب اللول هيتنا بديو به سامير السورياتي. ملابسات الخطاب الاول اللي كان خطاب ملبيره متاعه. تثميني. كمفلعش خلينا نقوله. لحالة الاحتقال اللي موجودة كانت في المناطق الداخلية. في المناطق الداخلية بركة دونكو تكلم وقتها بن علي حبي تمن الشعب. لكن في نفس الوقت استعمل شوية متاعها حكاية الملثمين. على ما اظن يظهر لي في الخطابة داك. الخطاب الثاني هذك. خطاب الثاني. لكن كان معتها خطاب باقي ما كانش في تصورات الشعب. لكن اللي ذات في الحكاية. وانه رغم الخطاب هذك قال وانه بش ندعمه المنطقة نتاع سيدي بوزيد والمناطق هذك. هو بش نعملو نحسنو في الوضعية. وبدأت الجرائد تكتبو خاصة شروق الجريدة المعروفة برشة ومكتوبة. وتخرج في تونس كامل جمهورية. ولي يقراوها برشة في شيرات داخلية. دونك يقراو جريدة شروق وقتها وقعت ضبط اعتمادات. على اساس هاو بش نعملو معمل متاع الكابل. هاو 450 مليار للدراش نوع. وبدأت احكي. هي كانت المشاريه هذيه نرم المو مدستينيه للجهاتها بيك. القصرين وكيف وسيدي بوزيد وقفصة وكل شيء. لكن الجرائد كانت مركزة كانت على سيدي بوزيد. الخاطر المشكلة متاعهم سيدي بوزيد. كانوا بش يحبوا معتها يخمضوا المشاركة. وهي معالجة اخرى. معالجة اللي صارت في الحوض المنجمي. ولي قاعدين اليوم نكتشفوا كل مرة حقائق جديدة. حابوا يحطوا اعتمادات للشير هذيك. لكن الجرائد وقتها يحكيوا على الاعتمادات كان للسيدي بوزيد. مما زيت في الاحتقان متاع العباد. معالجة يقول لك اي شنوه ان احنا معالجة سيدي بوزيد خاطر تحركت. اعطوهم فلوس وعملون مركزة. والتي مستحرك. طب ثبت. حسب حصيب يلقاو حصيب. ملبسات الخطاب الثاني اللي كان تطميني ازده كيف كيف. ولي قال فيه واحدة 300 الف موطن شغل. كان وقتها حبي يعمل معتها يمتص الغضب دي ما معتها الانسان يلوج على حلول. وقتها بالنسبة لهو كاسياسي بريتو يلوج على حلول بشي حيطة واحدة شيء. لكن هو مش فاهم اللي الامور خرجت على سيدر واللي العباد ما عادش طلبة متاحهم فات. هو صحيح معتها قامت الامور هذية على الكرامة وعلى التشغيل. واحدة كل شيء خاصة من معتها صحاب شهائد معطلين على العمل. لكن طورت الامور وانو وصلت العباد زادا. هاللي تعمل فيه والشعبوية اللي قاعد تحكي فاها والمواطن الشغل اللي تحكي فاها. كان جات انتي صحيح وعندك النية هذية رك عملتها عندك قداش معتها اليوم بجديد تحكينا في الخطاب هذية. الخطاب هذية معادش يوكل خبز معتها. دونكسي بورسان الناس زادت فما في الاحتيقان والقوة في الثورة هذية بتاع تونس. وانو ما فهماش قيادة معتها. شفنا سورتين انا ما فهماش قيادة كل واحد يخرجوا بالمجموعات وما فهماش عندها توجه. التحليل للثورة. بعد الخطاب الثاني. المفروض كانت الامور تهدأ. ولكن ما رعنا انو الامور تطورت. الموتها زادت. وكيف كيف شفنا. راهو حد معتها تطورت رغم رجوع المكتب يوم ثلاثة. فما نعرف ونحنا بالقدير. هنحن نهار عشرة حدا يشتغل. خلنا نخلطه قبل نهار ثمانية. نعطيك من نهار ما اللي يرجع بين عليها حتى نهار ثمانية. وقرع خطاب وقتها هكو اللي. والخطاب الثاني يوقع نهار عشرة. والخطاب الثالث نهار ثلاثة. سحيح. من نهار ثلاثة. علش العباد دلوقتها تعمل خطابها ذاك ولي فيها المولا ثمين ولي حكي عليها ذاك. عل خطر اول معتها الناس بديت تتوفى ريال مو خطر فهم الزوز اللي حكينا عليهم بتاع منزل بوزيان. لكن الحقيقة هو انه من يوم سبعتاش حتى اليوم ثمانية رو ما فماش موت في تونس. ما عادت الزوز اللي حكينا عليهم في منزل بوزيان اللي هما حادثة خاصة شوي. لكن الحقائق بديت معتها الثورة التونسية بديت سيل الدم. وبديت فهمة ويفايات حقيقية وبصفة كبيرة من يوم ثمانية في الليل. اللي هما وقعوا معتها تالا والقصين اللي هما عملوا ذكرى متاعهم دنيا لمو. ثمانية ما بين الليلة الفاصلة ما بين ثمانية وتسعة. على ضوء هذية ثمانية وتسعة أنا مش نعتيك حقائق موجودة معنتها هذي. علي سرياتي يوم تسعة صباح جاه معتها الإدارة العامة متاع الأمن الرئاسي بينصير فما العباد اللي تختموا كل شيء. بش يعلموا المدير العامة متاعهم شنو الوضع في البلاد وشنو الوضع في البلاد وشنو الحالة متاع الأمن الرئاسي. بشك كتبدا حتى فما احتقان في البلاد ولا فما مشاكل الأمن الرئاسي يزموا يكون متابع شوي الأحداث. على خاطر يزموا الإنسان يتهيأ قبل ما تقع له هو المشكلة. كلمه آآ أنيس العكاري لي هو ضابط الاستمرار ذي محافظ الشرطة محافظ في الأمن الرئاسي يخدم هو وقتها ضابط الاستمرار يعتبر برمانوس ماندا. كلم علي سرياتي قالوا راوه جزت الليلة هذية ما بين ثمانية وتسعة راوه معتا تعذيت ليلة عادية سجلنا فيها سيدي معتا فمزوز حالات متاع أمن الرئاسي واحد في سوسا عون عمل اكسيدان وضربت به الكربة واحد وكل شي وراوه هزينها الاسبتار وواحد اخر اذية معه ثمانية وسبعة متعليل وواحد اخر راوه ثلاثة ونصف عسباح عون شدوه بركاج في شيرت الحمامات هو ماتا يخدم هنا في ياسمين في المريزقى هنا في القصر متاع بنا عليه راوه عمل شدوه بركاج ونحاول وستوشه حتى منا 470 دينار وشي بالضبط مع انتها الكومينيكاسيون مسجلة هذية راوه في الموضوع في الكومينيكاسيون متاع الأمن الرئاسي وقالوا راوه الفرنس فانتكات والجزيرة علموا على فم اربعة من الناس ولا خمسة من الناس توفيوا في شيرت القسرين قالوا بارك الله فيك اتيك ساحل معلومة وسط اول حاجة هذه سطة ونصف عسباح خذها المعلومة عليه سرياتي مع التسعة عمتاع سباح شنو عمل عليه سرياتي كلم رضوان سعداني اذا يخدم معاه زادة كيف كيف محافظ شرطة من شيرت هو اسيل منطقة القسرين كلموا علي سرياتي قالوا ماذا بيا معتا بش انتي راك اسيل للمنطقة ومحاذي للمنطقة القسرين نجمش تقول لي شنو معتا علاش هالمشاكل هدية وقعت وراهوا علموني معتا فما ناس توفيت وفما معتا الحالة متاع احتقان وواحد كشي بدي يفسر له الاخر قالوا وراهوا معتا حكاية الجرائد اللي كنت نحكيلك فيها وراهوا العباد قاعدة متغادة كيفاش التركيز كنو كان على سيدي بوزيد بركة وما كانش على شيرت الاخرى وقالوا معتا بالضبط ما تعطاه لي ليلة محمد رسول الله قالوا وراهوا فما عباد قاعدة تهجم علي سرياتي قالوا فما الناس قاعدة تهجم على مراكز وعلى كذا فماش حتى مشكلة معتا هذية يهجموا على مركز قول مفهومة بما انو ماذاكم مركز سيادة بالضبط يقولوا سرياتي لكن هذا باش يدخلوا ناس لديار الناس ولا كذا سرياتي قالوا اياما هذم دخلوا الديار الناس رضوين قالوا كراهب وخواس وبرشة في القصرين مهمش فهمين حد شيء قالوا باهي علي سرياتي نجموش نفهمو احنا نحبو نفهمو شنو باش ترسي طواغاتي سرياتي فوالا بور كمبراند شنو الموتيفاسيون كاسكي البيوت ليموتيفي هلا عباد هذوما باش عباد تهجم على هكا كرتوش ولا الدرجة هذي شنو الحكاية هذي شنو ما فهمتش ومبعد يزيد يقولوا دونك لاخر بدا يفسر له معتع الوضعية الموجودة غادي ومبعد قالوا علي سرياتي مفهمت شنو كاسكي ليموتيف هذوما الناس كاسكي البيوت شنو باش الناس تهدى الخواطر شنو المطلوب باش تهدى الخواطر شنو المطلوب باش تهدى الخواطر هذي النار تسعة السباح اذا كان علي سرياتي مدير امن الرئاسي كما يقولوا هما ملم بالدنيا كل هذا فيش قاعد يستفسر وش يحب يفهم باش ينركحوا معتع الوضع غادي بسيفة واحدة ثم بعدها هي وقع اجتماع يوم تسعة لعبة كل سمعت به هو اجتماع متع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وقع في وزارة الداخلية اللي اجتمعوا فيه قيادات امنية قيادات امنية وعسكرية 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 وسياسية وسياسية وقتها وزير الداخلية هو اللي ترأس الواحد ومعاه وزير الدفاع ومعهم سي نفيق بالحش قاسم وقتها وقت رفيق بالحش قاسم وزير الدفاع ريضا قريرا ومعهم حتى الامين العام تحت تجمع وقتها محمد الغرياني وعلي السرياتي كيف كيف احضر معهم والقيادات الامنية والقيادات العسكرية وقتها اللي كانوا بش يشوفوا شنو الوضع وشنو النجمو كيس كو معتا شنو النجمو نعملو في الوضع هذي بما انها هي اللجنة هذي اللي اجتمعت زادة نسمعنا بها من بعد لولكاتور زادة استمعت قدش من مرة في كوارثمتاع في برشة مناسبة نسمعوا بها تجتمعها اللجنة هذي اه فما معتا بنوك جدد فما معتا بشي حينو كل الجيش وين بشيت مركز والداخلية القوات الامنة الداخلية وين بشيت تمركز هذي الاجتماع اسونسيالما وقت علي السرياتي تحدث بر اكزامبل فما سمعنا نحنا في موزايك اللي بن اه ش اسمه ريضا قريرا قال راهو فك الاجتماع ذاكا قد باهت انا علي السرياتي جاء مش بكنت تتكلم علي السرياتي باهت كيفاش جاء مابهتش اللي انتي هو اجتماع هذيه كيفاش حضر فيه امين عام تجمع قبل ما تتحكي علي السرياتي السرياتي ابريتو عنده خبرة عسكرية وامنية وهو كان الوحيد اللي نجم ينسق ما بين الجيش وما بين الامن لتقريب الوجهة النظر ما انه عسكري اصله دونك عنده دوكاسكيتو فات وخدم مدير الامن وخدم مدير الامن دونك يعرف الامنيين ويعرف الجيش لأنه هو ولد الجيش دونك وريذا كريرا قال استغربت بوجوده باه لكن وقال علي سرياتي انهارتها في الختاب كان نرجع له متع موزايك يقول قعد تبهت وتحدث علي سرياتي على فلوس وذي امور مسترابة تقولش عليهم هوا يا شنين حكيه هما يحبوا يستغلوا وقتها الوضع في مارس خاطر تكلم هو لويت مارس ولا نونف مارس في موزايك ريذا كريرا وقتها واسمعنا الناس الكل اللي عبد الفتاح عمر لا يرحمه توا لكن متعلجنا التقاسي الحقائي قد حدث على خمسمائة مليون سلمهم علي سرياتي يوم ثلتاش دونك هما كينوا بش يحب يظهر لشعب تونس يراوا في كل الاجتماع علي سرياتي يجيه ويحب يفرق فلوس او رسألوا الناس الكل اللي في الاجتماع في التحقيقات وكل شي هذوما بانسوي رسألوا الناس الكل لكلهم ومنهم حتى رئيس قاعة العمليات موجود في متاع الجيش الوطني دونك سألوه قلهم علي سرياتي وقت يدخل حكاية على الفلوس بش نسلموهم العائلات الشهداء لجبر الخواطر وبش نجمو نهديو الأوضاع ماتا هذي كما قلت لك معمول بيه ماتا بش نجمو ولا بروف حتى فما حكيت علي سرياتي حكيها في التحقيق متاعه وخرجت الحكاية هذيه وانو علي سرياتي نهار وقتي قل بن علي نهار 13 قلوا راهو فما ناس توفيت معتا من الكرم وواحد وكل شي قلوا شوف بش اعطاوه للولاية للوالي بش تصرفوه له 40 مليون بش يعطيوه لكل عائلة 5 ملايين وقتها موجودة هذيه وحكي عليها علي سرياتي وخرجت في الواحد في الصحة في الجرائد في الجرائد خاطرت سلامهم الوالي والوالي هو اللي يعطالي فلوس هذيك الهنة نهار عشر نهار 14 سلمهم والنهار 13 سلمهم واخذهم من تعاونية متاع الأمن الرئاسي ببذيت الفلوس هذيه قال واعطيهم الفلوس لهم بعدا راجع لك دونك لهنا الاجتماع هذيه اخذر علي سرياتي الجينير العمار قالوا نحنا ماتا عن كمين ذكرهم متعمائة واحد وكل شي لهم كانوا في فندق جديد للجزنة الاكاديمية العسكرية ما فهم ينذا بينا ندعمه بيان ما انو البوليسية ما عندهمش الداخليا ما عندهش كمين متعمائة والناس كل تعرف اللي ما فهمش كمين متعمائة حتى الزوز مهلوي ولا دعو جاو جدد باه ووقتها فما نقص في الكميات متاع الغاز وذيك عليش فما باركزامبل في تيلة والقاسرين فما وقتها جنرال عبدالعزيز وقتها تلب من الداخلية قال هم عطيونا معتش عن غاز كريموجين كريموجين ومن بعد غزر قالوا فميش كرتوش بلاستيك عليش ما تستعملوش كرتوش بلاستيك معتا كينت في اتار وانهم يلوجوا شو الحل لتفادي اطلاق النار على المواطنين معتا مش معقول معتا بش يطلقوا النار على المواطنين هل هذا ما قاله ريضا جريلا في الابحاث ولا هذا ما قاله الاعلام كذلك ولا حكي بارتي دون بارتي ريضا جريلا حاول بش يهول الامور على علي سرياتي علش لشيطين علي سرياتي على خاطر الهنا مش نخلطوا من بعد الاربعتاش جونفي اللي هي المؤامرة اللي حيكت ضد علي سرياتي وضد الشعب التونسي بالنسبة لينا فما اكبر كذبة وقعت في تاريخ تونس هي كذبت ما بعد الاربعتاش جونفي في الليل هاتوا نشدوا انتوا نجيوه الهذي نمشيوا الختاب الاخير بيعني نهار 13 المفروض بحسب مصادر مطلعة قال بانه اللي مسانسي يكتبه في الختاب بيتمتاعه عياذ الوذر نكتب له ختاب مصفوت بالصفوت كان بش يقول فيه عدد حقائق عندك معلومات على الختاب هذا؟ الختاب مش مسانسي يكتبه عياذ الوذني وفيتمسانس عبدالله 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 هو المكلف بالاعلام هو اللي مسانسي يكتبه للواحد فالتالت اللي كتبه معتا في حد ذاته بشي سياغه لكن اللي مسانسي يعمل الختابات هو عبدالله عبدالله لكن يوم اربعتاش بما انه كان ذكره قبل نهارين بن علي نحى عبدالعزيز بن ذي ونحى عبدالله على اساس يوم اثناش وفي نفس السياق يوم اثناش نحى وزير الداخلية علش نحاهم؟ فما شكون يقول بانه بالنسبة لختاب عشرة عبداللهيب عبدالله قال ونصح بن علي بانه يقول تنظيم القاعدة ويحكي بن علي رد عليه قالوا لو كان قول تنظيم قاعدة ورهابيين لما اخر ذلك وهذه كانت في رسالة الى دعم خارجي من البرة يمكن البلاد بش تتظرف السياحة متاحة اللي هي بخاصي بالمو لغوفينو متاعنا مسيح صحيح الكلام هذي صحيح الكلام هذي وموجود الكلام هذي وذيك عليش ومبعدها ما ما قلوش الكلام هذيك لكن قال منو حاجات ونشم الاثمين ونشم الاثمين ونشكل شيء لكن قال معتا على اساس وانو الاسلاميين ما عادش نجمو نستعملو هال نقولش عليها الفزاعة هذيه وخاصة ان معتا الوضع ما عادش يساعد بش نستعملو نفس الحكاية هذيه دونك التجي والامور اخرى وتغشش اهم بعدها يوم ما تتغشش عليهم وقال على اساس معتا هذوم الناس هو وقتها يلوج على اساس لعبت كل متغشة وناس قاعدة تموت ويحدو كل شيء شنو اللي الحل وانو هاو بش نغير انا الستاف المقرب مني المستشارين عبدالعزيز بمذية عبدو هيب عبدالله وزير الداخلية فماش من الامور معتا الشعب يقول هاو قاعد فم تغييرات واقعة خاصة ان الخطابة داك قال بش نغيره ولكن اقبل نهار 13 سامير سورياتي والدك كان حاضر على المكالمات اللي كان يجريها ابن علي مكالمات بالجملة مع زعماء في العالم مع كذلك توينسة كانوا حتى في المعارضة وفمع توينسة البرة نلقاوا اتصالات مع المزري الحدد نلقاوا اتصالات كيف كيف مع الهشمي الحامدي من تونس نلقاوا اتصالات كبيرة بليبيا السبب بشن هو ما كانش يصدق ابن علي انو الحكم متاعه يتزعزع شوف ابن علي عندو بش نرفه مو حاجة عندو دي سيركوي في تونس هو امني في حباته عندو وزارة الداخلية تعلمو عندها معتا قنوات متاع اعلام اللي هما من كامل تراب الجمهورية اللي هما جي افادات من المراكز ومن المناطق الكل تمشي الوزير الداخلية المعلومات هذيك وكلها يبعثوها البن علي هذي قنات يخو منها المعلومات عندو القناتة ثانية هي التجمع اللي هو عندو زادة ريزوم تاعه اللي موجود في كامل الجمهورية الشعب هذوكم وكل الجان التنسيق وكل حكاية هذوكم هذوكم كلهم راههم جهاز موازي ويبعث البن علي بشي نجم يخو المعلومات الكل لكن الهنا وعندو بانسير القنوات الخارجية اللي هي زادة اللي في صفرات والبرة والكل شيء والمخابرات كذلك هذو ما هما القنوات اللي يستعمل فيهم بن علي عندو معلومات وانو تقولش عليها الامور قاعدة تخرج من السيطرة وانو التجمع ما عادش قادر بشي نجم يلم المواضيع هذي فما حاجة في التجمع ما عادش القادر بشي يواجه ويمتص ويلم كشعب شو ما استنسوا مستنسوا جماعة التجمع وكل الشعب ويخرجوا ويلموا العباد ويعرفوا الناس وريدوا وطور ركحوا ونعملوا وكل شيء وقتها موقعش هذو في الأحداث الأربعة تاجون في التجمع مفماش غاب على الساحة قعدوا كعبات سمعتها قلال برشة اللي وقتها نهار أربعة تاجون في حكي عليها زادة علي صارياتي وانو كلموا وقتها محمد ما عادش بشي يعملوا وقته هو حكي البن علي على الساس وانو عنده تلاثين نلف واحد كانوا بشي يخرجهم ويعملوا بهم مسيرة وشي ما فماش موش صحيحة التجمع ما فماش فقد القعدة متاعو بعدها اه اش اسموا اه معه انهار اه قلنا اه اثناش نحى وزير الداخلي ودي اه خاصة برشة بالناس تقول خاطر فما مقابلة وقعة مابين بن علي وكمالة طايف يوم عشرة واللي ش اسمه اللي جاد دونك الوزير وقتها سي احمد فريعة على اساس عنده صدقاء مع كامال طايف دونك الناس قربت وانو ممكن يكون اقتراح من عند كامال طايف معانو فمعه انته هم هم تاسمه احمد فريع يقول كلمني الرئيس هو يكلموا وقرق به بشي يتولى منصب رئيس وزير الداخلية وعلا اساس وانو راو فما تغييرات و فما كذا وابش مبدلوا السياسة معاشا حابه سياس القوى حبه سياسة الحوار وذلك علش التجأ لبعض القيادات اللي هما الحزبية والعبادة اللي هما في الخارج المعاردين وعلى اساس صحيح راهو بن علي ما ننساوش راهو هذي الحكاية صحيحة وبدأ يتبق فيها وموجودة وزير الاعلام وفي لجنة تقاسي الحقائق موجودة في كل لجنة تقاسي الحقائق اللي عملته وقتا بعد الحوار اللي عملوه مع وزير الاتصال اللي هو سمير العبيدي كان ذكر وزيدا راهو وزير سمير العبيدي راهو تحط راهو في البريود هذي كمتاع الاربعة تجان في راهو قدر كان قبله يطول يوسيما رمضاني ولا حاجة كما هكا اللي وقعت اقالته معتا فم تغييرات حقيقية ووقعت معتا وزراء ومستشارين المقاربين بن علي نحاهم بن علي ووقتها جابوا شاسمه دونك كلم سمير العبيدي بش يتصل بأحمد نجيب الشهبي بش يتصل بش اسمه بأحمد إبراهيم ويتصلوا حتى بحركة النهضة على اساس لتقريبه شهة النظرة وهذي موجود موجود في لجنة تقاسي الحقائق في الربور قالوه معتا سمير العبيدي قال تصلوا بيا وكل شيء وخاصة يوم 14 راهو بن علي حل الحكومة وطلب من وزير الأول لتشكيل حكومة جديدة فيها أطراف الكل هذا دونك ثابت وبدأ يخدم فيه دونك شو والتجأ لهنا نزمنا نأكدو والتجأ للعائلة اللولانية متاعه بن علي وقت يولى مروين مبروك يجي للدار وش اسمها سيرين وغزوة وبنته من زوجته اللولانية وطلنا نحكيهم بعد على العليقين كيف كانت داخل العائلة من الخبر المشاهدين معتا هذي بش نوضحه للعبيد اللي هو راه وقتها يلوج في حل بش يخرج منه بن علي ما عادش قاعد يستعمل في الحلول اللي كانت موجودة قبل بالعكس المرة هذية غير استراتيجي متاعه وقتها تقول ش علي انسان قاعد يغرق ويلوج على معتا البويت صفتاج متاعه دونك قاعد يلوج دونك التجأ لجميع القنوات اللي ناجم يتصل بهم ولكن سامير سورياتي نرجع الهار 13 المفروض كان خطاب رنين وكان خطاب بش يقطع مع الماضي وخطاب يتمل التوينس بحي شوف فما معلومة شو صار اللي صار بحي فما معلومة بش نقول هاو طوم بعد نحطوها في سياقة هي بش نقول هاتوا خطر ليزم تتحط قبل الواحد يوم اثناش ماروين مبروك تصل بعلي سرياتي وقال وراني كنت في فرنسا وتقابلت مع سكوارسيني اللي هو رئيس المخابرات متاع ساركوزي واللي هو عطاه المعلومة وانو فما انقلاب قاعد يقع في البلاد في تونس دونك المعلومة هذي يراو سيتريز ام بورتون حطيتها توا قلت هي لك خطر ليزمنا قبل ما نوصله نهار 13 بش نجمو مبعد راي نحطوها في الإطارة متاحة باي باي منهار 13 واحد من ناس انا جيت ادخلت من ليبيا نهار 13 الصباح ادخلت على متار تونس واتقابلت مع محافظة المتار وقاعدنا بيهتين معتا لما فماش انتشار امني كبير كما كنت نتصور معتا انا في ليبيا نسمع في الدنيا مشاهد كليت بعضها تونس معتا وكل شاي ننتصور كنت المطار اللي هو مؤسسة معتا يلزمها تتحمي كما تلافز كما راديوات وكل شاي هدوما خطر يلزم ديما في حالات متاع انقلاب ولا في متحدي متاع انقلاب العباد يزم معتا انحميوا الحاجات اللي هما الحساسة في البلاد المطار موش محمي اتصلت بالويلد متاع قلت له راهو المطار انا اخت خلت ومفماش البوليسية مساكن اربعة كعبات وواحدك شاي فاللي البوليسية راه مساكن يخدمو هاش فانتكات معادش فما امن الجيش مازال ما انتشرش في كامل الجمهورية دونك هاتو نشوفو كيفاش نعملو نسويو الوضعية متاع المطار كمعلومة من بعدها نهارتها وقعت مسيرة كبيرة برشة في القروين كلمني عمي من القروين وقال لي راهو اليوم مقعت مسيرة كبيرة برشة لكن سلميا مية في المية وقعت وقالوا راهو ابن علي الليلة كان ميعملش خطاب ويقولوا فيها راهو بش نحاسبو عايلتي وقرب النسلية اراهو لما نحرقوها وفعلا بعثت مساجه موجود عندي في الفيس اه على البرتابل المتاعي اسميس بعثتو للويلد حلق نطل فيه ما جاوبنيش بعثت له مساج قلت له تريزر جومش كلمني كلمني من بعد قال لي راني كنت بحذر رئيس دونك سابق دونك وكان يحكي هو اياه قال لي وهاو قطره المساج وصلت له متاع القروة بالضبط شنو وطال بي يا اخي قال لي جالب قطره بخطاب تاريخي ليو بح قعدنا نستنيوه في الخطاب كشعب تونسي لكل وقتها خطاب وخطاب وخطاب وناس كل تستنى الخطاب مع العلم وانو يوم الثلتاش اللي دخلت فيها ذاك انا مشيت هزيت امي بش مشيت لدار خوية في تونس وانا مشيت لداري في مستير بش هزيت عيلتي بش نبدأ نكون مع عيلتي مفروض علي سرياتي اللي عندو القوة الامن الرئاسي اللي نحكيوه عليها واحد وكل شي راو قعدنا في دارنا في دار الويلد متاعي ورانا تلمينا لكل ما بعضنا ويحطنا امن يحمينا وكل شي هدا موقعش ماتا كيف ناكيف عامت الشعب عادي عالاخر تو زادا نحكيوه ماتا ديما نعطي اوصافه ذو ما بش نبعد نربطهم بحويج اخرين على خطر العبادة اللي تصور العلي سرده على قاويل اللي فريمان بح دونك ابن علي وقتها قال على اساس الخطاب التاريخي مبعد ما تقرأ الخطاب كلمت الويلد متاعيوه كما شعب التونسي كل ما كانش في انتظارات الشعب كلمته قلت وشو اللي تقولي خطاب تونسي ودي ماتا الويلد كان متغشش برشا و وقال ليش حبني نعمل اخينا نتكلم في بلاستو ونتكلمش انا في بلاستو معتا هو رئيس جمهورية وتكلموا الخطابة ديك مالعلمش ما قالش الخطابة ديك الخطابة دي يا سيدي خطر قبل ما يتعمل خطابه اللي كان فيه هدايا وحتى عايلتو جيت معتا غزوة وسيرين وكل شي وكانوا قالولو معتها طلق ليلة ومعتها وقول راني باش نحاسب الاقرب النسلية وعمل اكسيون معتها وكان نلزم في الواحد باش لشعب التونسي باش نمتصوا الغضب متاع شعب التونسي وركحوا البلاد دونك عيلتو قالولو وعلي سريتي موجود وسي عيض الوذرني موجود وتكتب في شي هدايا لكن قبل ما يدخل بالضبط للخطاب ليلة عندها شكون من اقاربها جابت لها عزمة مرأة اللي تقرأ بالقرآن وكل اللي تعمل تحل بخوخ وتعمل جابت هالول الاقصر وقبلها ابن علي وقبل ما يدخلوا بدأت تعزم عليه ولا بدأت تقرأله في القرآن وكل شي بالعمل حتى جاء الوقت متاع باش يلقي فيه الخطاب وقال لولو سيدة ريسرة باش تلقي الخطاب يخي قال لهم دقيقة قالها ما زلت شوية قتلوا اي شوية كملت ومبعد حتى اعطاها مية دينار وقالها ما تروحش اقعد لهنا حتى نكمل الخطاب ماتا كا مستبارك بها كيف تخل قال خطابة ذاك او كلي كان بشي يقولوا على بشي حاسب على العائلة ومعتها وقرب الناس ليا وواحد وكل شي وشي ما انو الخطاب كان مكتوب قدام واسامير السوريات اي بورتون قال فهمتكم فهمتكم وكان مربوث كان شوفناها واحد رب الميكرو كان عاتا فيه وضعية مش اه منيش تامس بسجرق عن الناس اه مولا مش مش بسجرق عن الناس دونك ما كانش خطاب كبير لكن الي وقعوا انو فما كراها بخرجة لوكاسيون ايى هفش نجيوا رد تفاعد من بعد هفش نجيوا رد تفاعد هفش نجيوا رد تفاعد ويعملوه جماعة ماتر هذي اللي حصر نهار 13 سامير السورياتي كيف كيف عائلت الترابلسية كنت خايف على خطر بديت فما مداهمات فما ديموناس كنت جاي لترابلسية اللي اتقال واللي ثابت اليوم بانو الترابلسية مشي والقصر الكرتاج والقصر السدي الذريف وطلبهم من الليلة انها تحميهم وهل صحيح بانه الليلة خبيت على بن علي انه عائلتها موجودة والاقرب موجودة وانتخوت خسوالي الاخر يقول هل انه ابنت بن علي اللي هما ابنته اللي من مرته رولانية معناه كي نحكيه على غزوه نحكيه على درساف ونحكيه على سيرين هل ليلتها ليل تنهار 13 جانفي كانوا موجودين في القصر بيته مع بن علي ولا كل واحدة راح تلدان نذكروا انه فما كوفروفه في البلاد هما مقعدوش بعد ذا في الدار ممشوش هما بالعكس نعار 13 لأول مره مشيوا فترو بعد ذا فالفطور وما بعد مشيوا بعد ذا الاقصر كي يعملوا كل الخطاب حذرو الخطاب وأول مره راو يدخلوا الي دار صيدة ذريفها بنته الكبار Hilare ужًا نهار 14 ما عنديش فكرة bereits 5 أو 6 قبل 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 شوية في اليزاني دو ميل اما وقتها في التعمل ماديش فكرة بالضبط الحق وقتاش بالضبط اما في اليزاني دو ميل نرجع لها فكرة في الاول دو ميلة ليلة محمد رسول الله دونك شاسمها بناتو دونك فترو بحديه وبعد مشيهو القسر وغادي يجتمعو وعملو الختاب اللي حضروه ليلة وين ليلة قعدت في سيدة دريف عائلاتها منهم دار صخر الماطري انهاء في الحمامات اللي هنيت حرقت نهار 13 دخلو لها العباد وفما بعض الديار متاع ترابيس يبدأ ويهجمو عليهم العباد دونك هي الناس كل بالخوف هذيك وشي طلبوا من ليلة بش تمشي لهم بش تجيبهم للدار مش كما تحكي هي في كتابها قال ترى وعلي سرياتي هول يبعثلهم ويجيبهم للدار واحدهم تقولش عليها ما في بلاش ار نحنا عنا التصريحات متاع عائلاتها اللي هوم يقولوا كيفاش كلمنا ليلة وكيفاش قلنا لها بش تمنعنا وبعقوا وجيونا كراها بش هزوهم صحيح مش هيولهم كراها بفما اللي جيوا بكراهابهم ودخلوا لدار وكتلموا هما اللي نومبر متاحهم اللي تي امبرتون على خطر مش كين المقاربين حتى معانتها من العائلة موسعة متاع ترابيسية اللي هما وقتها بنعلي هما خافت بش تقولوا وسكنتهم في اليتاج متاع حليمة قدروا هما كل واحد عندوا اتاجة طرح ما هو لشنو نحكيه متاحهم دونك اتاج متاع حليمة حسيلوا سكنو حليمة متحبش ترابيسية بكل هذي وطول نحكيهم بعد نهارة 14 كيفيش حتى شدت سلاح على ضد ترابيسية دونك اه حبت اه دونك عداولي لها هذيك وبنعلي حتم في بلوش وهي متشاة تتلوجلهم على جراري وتلوجلهم على كذا وبش ترقدهم خطر من اللي النومبر اللي تيتريز امبرتون اه واجتمعوا ويستنيوا وقتها معتها على ساسك الخطاب هذيك وفي بينهم فرحوا وحدك شيء لكن مش صحيح على خطر تمثيلية اللي عملوها هذيك متاع الخروج متاع الكراهب وباللوكاسيون ويزمروا واحد وكل شيء سيتيه مبتعلى من طرف هذي يش كون عملها عملها امين العامل تجمع الدستوري المنحل صحيح امين عامل تجمع الدستوري المنحل اللي هو سهر من ثمانية متعليل غادي موجود في البحثي سخر الماتري في دارو سخر الماتري موجود نهار 13 جامل في تونس وصهر بحثيه امين عامل تجمع حتى المساعم تهليل غادي هذي حسب الامن الرئيسي وحسب الويلد يعرف بين سير اللي هما وقتش تخل وقتش خرج وقتها ما يعرف الحكاية ذي لا علي سرياتي بالكزامبر خرج من القصر نهار 13 مش هي روح الدار وبشي بيت معه نص اليل ونص خلسي محامد ايش اسمه الغرياني مازل موجود بحثي سخر الماتري وكي روح للدار كلموه الويل بش قلوه روح حالين سخر الماتين ذاكري يسكن في قصر غير تاج يسكن في قصر غير تاج في دار في بيت متعبور كيب في بيت متعبور كيب اذي مهمة زادة للتوينس بيه سامير سورياتي وقت اللي نتحدثوا على المسرحية اللي سارت نهار 13 المسرحية التلفازية كيف كيف ادخوط اخترابلسية متورتين فيه كيف كيف بالحسن عماد وين دور الترابلسية العباد الغوري اللي كان يخاف منه التوينسة اكثر من بن علي الترابلسية وقتها مفجوعين فاجعا راهم عندك شفكرة بيتاتر عبادهم عندهم عبادهم اللي هما حاولوا يدافع عليهم عندهم كيما سامير الفهري معزبن غربية نوف الورتاني هذوما العباد شوفناهم لهر 13 جا هذوما 13 مهمش وقتها هذوما الناس بالنسبة لي هما اوقعت ايصال بهم من طرف شاسمهم وزير الاعلام على اساس بش يعملوا برنامج خاص بحكاية سيدي بوزيد وبالوضع اللي في البلاد ويحد كل شيء وقاموا بالبرنامج اللي شوفناه وفما برشا اتصالت شوف برشا اتصالت مو فابركة اقولها سامير وكعليمي برشا اتصالت مو فابركة صحيح انا بش نحكي معتا فما حتى عباد اخرين من المعارضين شوفناهم نهار 12 ونهار 11 وطوا في الفيديو موجودين اللي هما طلبوا معتا بش يحبوا كينهم يمدوا يداهم البنعالية راو ما ننساوش معتا فما الناس زادة مشكين بنعالية يتلب النجاة فما عباد اخرى حاولت زادة تمنع بنعالية بلحب تركب على الاحديث سامير ايه حتى كان يتصور نظام بنعالية بش يتيح وما عمرها ما كانوا يتصوروا حكاية الربيع العربي راو ما زال ما فماش الحكاية هذي او هو مخطط راو كبير برش حكاية الربيع العربي ماش في ليلة ونهار تعملوا انطلق من تونس هكاكا معتا لله في سبيل الله معتا فما ناس اخرى تخططوا تبرموا جوه تعمل شيء ذي سيانجيو استراتيجيك كمل اتنجوي بعض دور المخابرات من بعض الاجنبي في تونس طيب نقعد نهار 13 جنفي سامير وفي الساعات الاخرانية بعد ما قال الخطاب بش كنت اجتماع بنعالي كيفاش بيت ليلته وين بيت؟ بيت في القصر متع سيدة ذريف كيمامستانس كيمامستانس كيمامالعادة ومعه على عيلته وما في بلوش اللي بالترابلسية مالمومين غادي ولكنه صباح مشى للبيرو متاعه في قصر كرتاج وشافي بيرو متاعه في قصر كرتاج كيمامالعادة وصباح 6 متع سباح ولا 7 متع سباح صباح في البيرو مش كالعادة على خطر مستانس بنعالي يمشي السباح بركة هو فاترة ويخدم السباح والعشية يروح فمتنا مش للعكس بنعالي خطر يقوم بكري مش كيمامالناس يخسابوا بنعالي ولا يقوم يجي العشية مجيش العشية بنعالي يخدم السباح وحد نص نهار ما ساعة وقت يروح يفطر ويعودش يرجع للقصر بحسب بصوها عرفات اللي هي مرت الزعيم الراحر يسر عرفات الأرملة متاعه وكذلك وثائق وكيليكس والاستخبارات الأمريكية بأنه بنعالي على عين يعني فعال ميدان من 2004 ما عادش لوم ما عادش الراجل لول متاع تونس ليلة هي اللي تحكم من وراه وهو كان تقريبا له الوقت اللي كان معه ولده وكذلك كيف مش تحكينا عن نقطة هذية من خلال مشاهدة والدك بياسوق واللي كان أكيد يحكي لكم في أسرر القصر وكذلك كيف اليوم وقتين يتحدثوا على علاقته اللي كان تجمعوا بابناته نعرفوا ليلة ما كانتش تحب البنات تحب ابناتها هي وحتى يخرج هزت ابناتها هي كيف ما صار لسليم شيبوب واضح بح ليلة محمد رسول الله نبدو ملول على حسب شاس ما سواء عرفات راهو برشا مغلطات متاع سواء عرفات سمعتها وتكلمت وأي إنسان ساهل راهو بش يركب على الحدث وبش يتكلم من بعد ما ما تفوت الفوت وكي كانوا في صحفة العسل هنا وعملوا لي كل انترنسيونال مبعضهم ومبعض داروا على بعضهم وأمورها دية كبيرة برشا وفيها برشا ما يتحكي ودونك ما تمناخذوش الكلام متاع سواء عرفات كله صحيح فهمتها قدر هي زادة عندها تونس كاملة نجم تحكي على سواء عرفات وما عملته في تونس فهمتها عملت ديزابيو سواء عرفات عملت برشا ديزابيو سواء عرفات استغلت النفوذها وقربها الليلة وعملت حاجات اللي ما عندكش فكرة معتها في تونس هذي موضوع آخر كبير برشا وفيه برشا وحايدو يزمو معتها وقت آخر نحكيو فيه نحكيو فيه انا لكن الموجود وانه شاسمها ليلة صحيح ما كانتش عندها علاقة طيبة مع أفراد الأسرة الرئيس من زوجته لولا وهذا ظاهر مع سليم شيبوب الوقاية اللي عملتها وسمعنا زادة فما تسريبات وقعت على كاسات اللي هو صخر المات اللي يتكلم هو وليلة ترابلسي وفما سمعناها سورة انترنت وكيفاش ليلة قتلوا بعتبر سليم شيبوب هذيك راهو ميت معتها بالنسبة لذيك ما عاش تحكي عليه وكانك على سيرين ولا مروان مبروك هذو مهم تنكملون ريقلولهم وامورهم معتها هذي موجود خرجتها امنة بنجمعة الوحدة كونفرساسيون هذي وفيها تدل معتها كيفاش ليلة وصخر الماتري مدى كرهم للعيلة مروان مبروك وسيرين مبروك اه دونك بنعلي كان يحاول يوفق مبيناتهم لكن تعرف المرأة اللي تبدأ موجودة وصغار وواحد كل شيء كان هو معتها يغلب على شيء هذيك خاصة وقت يجبت له الصغير اللي هو عام 2004 دونك الهنا بنعلي معتها تغير كومبليتما صحيح ولا لهوت الكلها بمحمد وهي استغلت الفرصة ليلة وانا ويكون محمد ذاك عرفت كيما اللعبة معتها اللي بش تلهي بها انسان معتها طفل صغير تعطيه بش تلهي بحاجة تجيب له لعبة دونك هي اللعبة كانت هذيكة وبداي يبعث وكانت النية متاحهم سوا هي ولا سخر الماتري للوصول للحكم وكانوا كل واحد عندو عبادو معتها ليلة كانت عندها عبادها اللي بش يعاونوها بش توصل هي وسخر ماتري كانوا عندو عبادو كل واحد راو مشها في اتجاه معاين معتها سخر تخلى في حكاية مجلس النواب وكان حب طمع حتى يشد نيب رئيس مجلس النواب نيب انتعلم بزعه ولكن لو لا تنقيح اللي صار في الدستور حبو تنقيح الدستور بش ينقصه في العمر بش يهبته حتى ترونت سينكون بش بالصخر الماتري يخلط ليلة كيف كيف كانت تعمعة يا اما كان ما يخلط في الصخر نخلطتانا وبدت التحذير في القنوات الكل وفي الجرائد ونشوفه تصويرة ليلة اكبر ممتاع بنعلي هو وقتها بنعلي شنو الحكاية بنعلي عام 2009 حب سارتان مو على حسب حديث الولد حب يخرج لكن ليلة قلت له هي وكينو خرجوا ولدك وكيفاش بشي يقع فيه وكشي ما تعملوله واحد بنعلي سامير بنعلي حكيت ما يش صحيحة على حسب دي المعلومات اللي عندي والله هو اعلم دي كلهم ولدك مكنش مشي مع اهل المانيا في صفراته لا 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 ليتقارير استخباراتي مكشوف بنعلي اللي كانت عنده وقعت له مرتين واحد جلطة بنعلي قلبية مرتين وقعت له لكن اكثر من هذية وحكيت البرستات وحكيت مريضة ومش صحيح بنعلي كان مواكب على السبار لكن مرة تتربع على ساقه وركبته وقتها ولا ذاك علش نشوفوه كي يمشي للجامعة معادش يتربع يقعد يعملوله كيما المخادد بش يقعد معادش يتربع بنعلي خطرت وركبته مذروبة لكن حاجة اخرى هذية حكيت بروستات وكل شيء ما فماش الحكاية هذية المعلومة اللي عندي انا والله اعلم دي ما راني نحكي على حواج نعرفهم وبتاتر فهم حواج تفوتني خطر ببيسكو نحنا راوين بكرا انتي قلت اسرار متاع القاسر نحنا معناش اسرار متاع القاسر ومنحكيه وش برشة مع الويلد حكم اه 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 مات عسكري يمكن توا حتى توا سامير عليك في نهاية الامر فما حاجات نحكيوهم صحيح خاصة ميخوصوش بنعلي نحنا الويلد خطر كان برشة متقلق من سخر الماتري ومتقلق من اليزابيو متاع الليلة ولكن ما ينجم يعمل حد شيء سخر الماتري كان عنده ديزابيو اسي شونو ديزابيو كبار برشة وكان يطلب حراسة كبيرة برشة والويلد كان متقلق معتها ما شاي هذية وكان ومعتها كل المعاملة مع العوان متاع المنريكاسي ما كانتش طيبة من طرف السخر الماتري واحد وكل شيء كان الويلد متقلق ماذا بهم يحطلوش الحراسة الحراسة متاع بنت الرئيس مفروضة معتها موجودة معتها يحمي وموجودة في الدستور وحتى التوى الدستور اللي يعملوا فيه التوى محتوطة حماية اللي هو والعيلته ولفراد عيلته معتها هذة في الدستور موش علي سرياتي اللي عاملو لكن الويلد كان متقلق خطر سخر الماتري يحب يعمل بهرجة للروح وتقولش عليه معتها رئيس جمهورية الرجل محتو يحكي بنحن ورو فامتها كان متقلق برشا وكان يعبر على التقلق متاع هذة في الدار معنا نحن يقول محتو موش معقول يقاعد يقا هذة محتو وكيفاش يتعديو على الامنيين في الشارع وكيفاش تتعدي عن طريقة أعضاء من أولاد متاع شاسما عيلة بن علي سيواء كما قيس ولا كما ما انت دريد ولا حاجة فاما كانت دوما ديزابيو والوالد بحكم العسكرية متاع وما كانش يقبلها معتانا عليش نقول الحكاية هذة وانتر برانتز بش نقول حاجة رو العباد يجب تعرف اللي العباد يسمعوني بلتات يقولك يشوه علي سرياتي محسوب من نجم يعمل حاجة رو عسكري رو جنيرال رو يطبق تعليمات رو مهوش سياسي ومن نجمش يحكي كل شي البن علي وعندي حتى التحقيقات مع واحد مستشار أمني مستشار يا ربي في القصر اسمه صدق العوني اللي كان هو ليه مبين بن علي ومبين وزير الداخلية يقول مع عمري ما شفت إنسان أبار علي سرياتي اللي يحكي الحقائق على عيلة بن علي البن علي ورغم مستشار علي سرياتي المدير العامل الأمن الوطني مدير الأمن رئاسي متاعو ماتانا كيف نجي نحكي لك على عيلتك المرة اللولة ونحكي لك على عائدك اي شو معنة انت مش عاجبك معنة علي سرياتي الوضع هدايا وانت بجنبي ومسلح معنة مش باهي متنجمش السياسي هو اللي نجم يجي عبر يقول راهوه على وجهة النظر المتاعو على وجهة النظر المتاعو وكان دونك علي سرياتي بصفة أفكية مع توحاجات يقول لبن علي يوصل له بعض المعلومات وعلى التجاوزات ومنهم حتى مش نذكر على سبيل المثال العباد اليوم بتاتر في مسير يعرفوا الحكاية هذية شاسمه قيس بن علي توقف مرة 24 ساعة عن طريق رئيس المنطقلي كان اسمه سهيل العلاني وموجود وينجم يشهد بالحادثة هذية واللي هو وقتها شاسمه قيس بن علي مرته ضربة طبيب في مستير في اللي زانية دوميل وياخي معتها وشعلت مستير وقالوا بشي نعملوا غريف واحد وكل شيء ياخي رئيس المنطقة تصل معتها بعلي سرياتي قالوا راهو معتها ماذا بي رايي الحكاية فيها العائلة يتصلوا بعلي سرياتي دونك كل ما يخص العائلة دونك تصل به رئيس منطقان تاع الشرطة وقالوا راهو فما معتها وقايس بن علي جاء وعمل حالة واحد كوشي ومرته ضربة طبيب ورغم هذية بشي فما مشيكل كبيرة قاعدة تاقة هناخذ ترتيحة مع الموزيكا سامير ونوصلوا احديثنا معاك حديثنا مزيل طويل وشايق وبرشة حقائق يستنيوها الناس الكل على كابا فام دوغو طوخ بوز ميزيكال ونرجع ونوصلوا احديثنا